حيكم الله متابعين قبل الفاصل كان الحديث عن مباراة أبهى والاتحاد طبعاً بس على السريع نختم في هالمباراة ببيان من لجنة الحكام إشارة إلى ما يتم تداوله حول وجود خطأ في تقنية الفار في مباراة أبهى والاتحاد تؤكد لجنة الحكام أن تقنية التسلل شبه الآلي كانت تعمل وبشكل صحيح حيث تعمل التقنية بشكل أوتوماتيك دون تدخل بشري وقامت بوضع الخط بشكل صحيح على آخر مدافع وهو رقم 15 من نادي أبهى والذي يعتبر هو الأقرب للمرمى والكلام عن لقطة كانت في المباراة من أمام اللاعب جوتا هذه اللقطة وهذا هو تعليق لجنة الحكام